بسم الله الرحمن الرحيم حسام البدري والأستاذ تامر أهلا وسهلا بك صديقي العزيز الأستاذ تامر أهلا وسهلا بك دكتور حسام برحب بطلاب تانية سنوي موجودين معنا النهاردة وإن شاء الله نقدم محاضرة تكون جيدة إن شاء الله معكم تامر محمود وإن شاء الله نقدر نقدم محاضرة كويسة فضل الدكتور اليوم شباب هنعمل مراجعة سريعة عامة كده على منهج النحو وسيتم التركيز أكثر على أسلوب التعجب لأن أسلوب الاختصاص موجود على المنصة ويمكن لك أن تستمع إليه من خلال قناة التعليم الإلكتروني على اليوتيوب قناة اليوتيوب موجودة عندنا طبعا بداية أسلوب التعجب يمكن عايزة أقول معلومة إثرائية كده اللي طلبت وطريبات الصف الثاني إن هل تعلم أن أسلوب التعجب كان من أسباب وضع قواعد علم النحو في ليلة من ليالي دخل أبو الأسود الدؤالي على ابنته فوجدها تنظر إلى السماء مندهشة ومتعجبة من منظر النجوم وروعة السماء وحسنها فأردت تعبير عن هذا الشعور باستخدام أحد الأسليب النحوية لكنها أخطأت في استخدام التعبير الصحيح فقالت يا أبتي ما أحسن السماء فقال لها مجيبا عن سؤالها نجومها قالت يا أبتي إني لم أسأل عن أحسنها إنما تعجبت من حسنها فقال لها إذن فقولي ما أحسن السماء فأحسن هنا لازم تبقى بفتح النوم وهذا هو الأسلوب الصحيح للتعبير عن الدهشة والتعجب من شيء ما وكلمة إسلوب يا شباب يابد لها مكونات فلذلك إسلوب التعجب هو إسلوب يدل على الدهشة والاستغراب لذلك يمكن عندي نوع إسلوب التعجب عندي إسلوب تعجب سماعي وقياسي هتكلم عن السماعة يا شباب مجموعة أو مجموعة عبارات ورأيت يمكن الشباب يبقى معهم ورأة وقلم مجموعة عبارات بتفيد الدهشة والتعجب في مضمونها هي كثيرة جداً وهي ضابطة لها إنما تخضع لقدرة المتكلم على التعبير يمكن على سبيل المثال لو أنا قلت قال تعالى كيف تكفرون بالله هنا إسلوب استفهام غرض التعجب لذلك هنقول تعجب سماعي كذلك هشت لك الدنيا فما لك واجماً وتبسمت فعلى ما لا تتبسم ما لك واجماً وتبسمت فعلى ما لا تتبسم كذلك ممكن أقولي نداية تعجب يا شباب يا جمال الربيع ويا لقبح أفعال المستعمرين وكذلك كلمة عجب ومشتقاتها مثل قول الشافعي الظهر في تصرقه عجيب وغفلة الناس عنه أعجب أو التعبير في السياق الدهشة بسبحان الله أو لا إله إلا الله كذلك التعبير بلله ضره لله ضره فارساً أو لله ضرك طالباً أو لله أنت هذا هو التعبير أو الإسلوب السماعي أما القياسي فله صيغتين الصيغة الأولى صيغة ما أفعل زائد المتعجب منه أو ما أفعله والصيغة الثانية أفعل بي أو أفعل به لذلك يمكن هنا بقول لست أمر عندي صيغتين قياستين الصيغة الأولى ما أفعل أو ما أفعله وأفعل بي بالضبط هو فيه عندنا صيغتين طبعاً وإحنا عندنا ممكن نقدم مثالين للتعجب القياسي يعني مثلاً لو جيت قلت حريقة دكتور حسام الصيغة الأولانية اللي هي ما أعظم التضحية ده كمثال لصيغة الحريقة لسه كنتم وضحها اللي هي بتاعت ما أفعله والمثال الآخر اللي هو أعظم بالتضحية كنموذج للمثال التاني أو صيغة التانية اللي حريقة وضحتها برضو اللي هي صيغة أفعل به فكده احنا عندنا صيغتين للتعجب القياسي وده استكمال للتعجب السماعي يبا احنا كده عندنا نوعين نوع الأول تعجب سماعي وده ليس له قاعدة سابتة ولكن تعبير يدل على الدهشة ولكن هنا تعجب قياسي بقواعد معينة صيغة أولانية ما أفعله ما أعظم التضحية والصيغة التانية اللي هي أفعل به أعظم بالتضحية ودلوقتي أحب أسأل كده مستر تامر مستر تامر يا طرح نقدر إزاي نعرف صيغتين التعجب طبعا هو الإعراب بالنسبة لهم لازم يبقى فيه شيء من التفصيل في جزء اللي هو ما أعظم التضحية لأن أنا عندي ما هنا ما ليه أكتر من نوع ولكن ما اللي موجودة عندنا في هذه الصيغة هي ما اسمها تعجبية فهي ممكن نعريبها اسم تعجب وطبعا دكتور حسام مجرد ما احنا قلنا اسمه جاي في الأول كده يبقى أكيد ده لازم يعرف مبتدأ بس هنقول عليه اسم تعجب مبني وبعد كده نحايدين في محل رفع مبتدأ يبقى في هذه النقطة كده وضحنا ما اللي هي جاية في بداية الأسلوب أما كلمة أعظم فهي فعل تعجب وطبعا أعظم في هذه الحالة مختلفة عن أعظم اللي هي في أسلوب التفضيل يعني لو جيت قلت السماء أفضل من البحر أو أجمل من البحر هنا الأسلوب ده اللي موجود قدامنا ده اسمه أسلوب تفضيل فطبعا أفضل أو أي حاجة جاية على وزنة أفعل في هذه الجملة بتكون عبارة عن اسم عشان كده فيه اختلاف كبير ما بين أسلوب التفضيل من ناحية وأسلوب التعجب من ناحية تانية فأسلوب التفضيل أي حاجة جاية على وزنة أفعل فهي اسم فبتتعرف حسب موقعها خبر مثلا في الجملة دي لكن هنا ده فعل تعجب ودايما في التعجب لازم يكون ماضي فهي بنقول فعل تعجب وبعد كده بنقول فعل ماضي لو أنا هعرف بقى واروح قايل مبني على الفتح فده كده جزء مهم جدا فيه الإعراب بس مدام احنا عندنا عفوا مدام عندنا ممتدأ وجاي وراه على طول فعل بالطريقة دي يبقى أكيد الفاعل هيكون ضمير مستاتر طب ليه لأنه هيعود على ما اللي جاي في الأول الاسم اللي جاي يتعجب في البداية اللي هي بتدل أوجاة بمعنى شيء عظيم فبالتالي لازم أقول هنا والفاعل ضمير مستاتر بيعود على ما يبقى أنا كده أنهيت أعظم اللي هي جاي على وزن أفعل يبقى ما فش فاضل عندي غير كلمة التضحية التضحية اللي جاي في الآخر لما جاي أقول ما أعظم التضحية مما إن أنا قلت إن ده فعل والفاعل مستاتر وجوبا يبقى أكيد التضحية مالهاش غير إعراب واحد إن أنا أقول مفعول به منصوب وبالتالي لازم نركز بقى كويس جدا وإحنا جايين هنا بنضبط الكلام ده يعني مثلا كلمة التضحية بيبقى عليها فتحة كلمة أعظم برضو بيبقى عليها فتحة لإن ده فعل ماضي مبنى على الفتح أما التضحية فهي برضو بتبع عليها فتحة لأنها مفعول بيبقى منصوب بالفتحة ده كده دكتور كان أعراب الأسلوب الأولاني أو الصيغة الأولانية اللي هي ما أعظم التضحية أحسنت مستر تامر ووضح لنا نقطة مهمة جدا يا شباب الفرق بين فعل التعجب واسم التفضيل فعل التعجب شباب لابد أن يسبق بكلمة ما ما أجمالة أما اسم التفضيل لا يسبق بما لذلك يمكن وضح نقطة مهمة جدا أستاذ تامر قالوا وهي الفرق بين اسكوب التفضيل والفرق بين فعل التعجب أحسنت يا مستر تامر تفضل أما الصيغة التانية الصيغة التانية اللي هي أفعل به فهنا بتواجهنا مشكلة بسيطة جدا ما احنا لسا قاعدين هنا في التعجب بشكل عام بيجينا فعل ماضي بس هنا أنا بانطقب طريقة تانية يا دكتور بقول أعظم بالتضحية وحتى لو جيت قلت أنه هو فعل أمر حتى بالرغم النطق فعل أمر بس أنا هأمر مين ده تعجب فهنا بالتالي اضطرينا أن احنا نقول حتة في الأعراب مهمة بقول فعل ماضي بس بفتح قوس كده ودي نقطة مهمة بقول جاء على صيغة الأمر ليه بقى بقول جاء على صيغة الأمر مهمة جدا بالنسبة لي لأن دي هتفسر لي أنا ليه هنا بقول مبني على السكون لأن احنا عارفين الفعل الماضي لو ما اتصلش بيه أي ضمير بيبقى مبني على الفتح معنى أن أنا قلت مبني على السكون فهنا السؤال ليه قلت مبني على السكون ده لو أنت عايز تفهمها كويس وجات من اين مبني على السكون لأنه هو جاي على صيغة الأمر فهنا بالتالي دي نقطة مهمة جدا طيب أنا بعد كده لو أنا جاي هنا بتكلم فيه الفعل وخلاص قلنا أنه هو فعل ماض مبني على سكون لمجرد أنه هو جاي على صيغة الأمر نقص عندي أنه أنا كمل بقى طبعا أنت كطالب تانية سنوي ما شفتش حتة دي قبل كده فبتقول إيه ده ده بيه حرف جر والتضحية اسم مجرور ده الطبيعي بتاعك ولكن أنا هسألك سؤال لو أنت بتقول أنه بيه حرف جر واسم مجرور فهنا ده فعل وبتقول إنه هو فعل ماضي جاي أنا مبني على سكون عشان جاي على صيغة الأمر وخلاص انتهينا من دي هنا السؤال لما أنت بتقول إنه حرف جر واسم مجرور فين الفاعل لو أنت كطالب أه بتفرج علي دلوقتي وشايفني بقول فعل وبقول حرف جر واسم مجرور فين الفاعل أيوة أنا سمعتك وأنت بتقول إنه هو الفعل ضمي المستر يعني ما هيبقى زي الصيغة اللي هي النحة التانية ما أنت لسه قايل إنه هو الفعل ضمي المستر بس خلي بالك أيها الطالب وأنا قاعد هنا بتكلم في الصيغة الأورانية أنا كنت بقوله أنه هو فاعل ضميم مستتر وبقولك بيعود على ما فهنا هتقول للمستتر طب بيعود على إيه تمام ما فيش حاجة يعود عليها وبالتالي ما ينفعش أن أنا أقول فاعل ضميم مستتر طب هنحلها إزاي ومن هنا جي الحل إن إحنا نعتبر إن البيه دي مش حرف جر أصلي ولكن نعتبرها حرف جر زائد واحد يقول لي يعني إيه حرف جر زائد ده درس ما سمعتوش أنا قبل كده حرف جر زائد يعني ما بيجيش وراء اسم مجرور ما بيجيش وراء اسم مجرور يعني معنى كده أن ده بيتعرف حسب موقعه في الجملة عندك فاعل يبقى ده فاعل يبقى هتيجي تقول فاعل بس فيه مشكلة صغيرة أنت عارف إنه هو فاعل مرفوع على مترفع الضم لما تيجي تحط ضم هنحط ضم زي وفي به هنا حرف جر برضه حتى لو هو زائد فلازم كده كده تتم بطيبها تحتيها كسرة فهنا تطرينا أن احنا نقول إعراب بالطريقة دي فاعل مرفوع وبعد كده هتروح قاية العلامة رافعه الضم المقدرة يأما في طريقة إعراب أخرى أنه انت تقول ده فاعل بس بنقول عليه مجرور لفظا يعني على مستوى اللفظ فقط مجرور الكسرة دي جات منين بسبب البيه اللي هي حرف جر زائد وبعد كده ترجع تقول ده مرفوع محلا يبقى أنت كده عندك فاعل طريقتين للأعراب فاعل مرفوع بضم مقدرة فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا ده بسبب مين البيه اللي هي حرف جر زائد واحد يسألنا يا دكتور حسام يقول لي طب يعني معنى كده أنت كده كتني في البيه بشكل عام يعني أنا دوقتي أول ما أشوف به أجري عليها وأقول به حرف جر زائد يعني مثلا لو جيت قلت كتبتو كده بالقلم هل جملة زائد دي أعتبر بقى البيه حرف جر زائد يقول لك لأ طبعا البيه هنا مش حرف جر زائد خالص البيه بتيجي حرف جر زائد في مواضع محددة ملناش إن احنا نتكلم النهاردة غير في موضع واحد بس إن هي بتيجي في صيغة التعجب الثانية اللي هي أفعل به يبقى كتبتو بالقلم ده بيه حرف جر أصلي عادي بيجي وراء القلم اسم مجرور ما فيهوش أي مشكلة خالص عشان الناس ما تقلقش هنا في الحتة دي لكن أنا عندي هنا بالتضحية ليه قلنا عليها بيه حرف جر زائد لأن ده موضع من مواضع حروف جر زائدة اللي هو الصيغة التانية للتعجب يبقى أنا عايزك تبص بقى كويس جدا على الصيغتين عشان بيجي عليهم أسئلة أعظم فعل ماضي مبني على الفتحة عليه فتحة أعظم هنا فعل ماضي برضو بس مبني على السكون السبب في كده أنه جاي على صيغة الأمر يبقى معنا كده أن أنت عند الميم هنحط سكون خلي بالك عشان للأسئلة والتدريبات اللي احنا هنجيبها كمان شوي يبقى هنا أعظم عليها فتحة هنا أعظم عليها سكون التضحية في هذه الصيغة كان عليها فتحة لأنها تعربت مفعولهم به لكن هنا طبعا دي فاعل مرفوع بضمة مقدرة يعني ده ما مش هتظهر ولكن لا يظهر الكسرة بسبب وجود الباء طبعا انت كده كده تدخل للمتحان بالكتاب لأن احنا عندنا للمتحان الكتاب مفتوح ولكن المشكلة عندنا في أعراب زي دوت أن انت تفهم كل حاجة جات منين يعني ده مفعول به لأن الفاعل هنا ضمير مستتر طب ده ضمير مستتر ليه؟ لأنه هو بيعود على ما يعني فيه حاجة يبيرجع عليها طب ليه ما قلناش أن ده مفعول به زي ده قصة هتقول الفاعل فين؟ الفاعل ما ينفعش هنا نقول عليه ضمير مستتر كده انت تفهم كل حاجة جات منين وكل حاجة في الأعراب جات ازاي؟ فضل لدكتور حسان تماما يا مستر تاني بعد ما هوضح كده أستاذ تعمل طبعا إعراب الصغطين طب ممكن طبعا في خلال الصغطين دول هل يطرى أي فعل نقدر نستخدمه للتعجب؟ ولا هناك شروط؟ أكيد فيه شروط لأن مش أي فعل منضم الشروط يا شباب يصاب بسلوب التعجب مباشرة من أي فعل من أفعال اللغة العربية لكن لابد من أن يتوفر فيه سبعة شروط مجتمعة وهي أن يكون الفعل ثلاثيا هتقول لي ثلاثي يعني إيه ثلاثي؟ يعني يا حبيبي ثلاث حروف يعني لا يصح من الرباعي أو الخماسي أو السداسي كذلك رقم اتنين أن يكون تاما أو مثبتا تمام؟ فلا يصح من المنفي يعني مثبت لا يسبق حروفنا في لا ولم وليس ولا أي حرف هيجيني فعل فعل منفي لا يجوز التام كذلك لا يصح يعني هتقول لي يعني إيه تام؟ هقولك فيه أفعال ناقصة اللي هي كانة وأخوات لما أقولك كان الجو جميلا فكان هنا فعل ماضي ناسخ ناقص تمام؟ فلا يجوز لابد أن يكون تام يعني إيه تام؟ رفع فاعلا متصرف لا يصح الفعل طبعا الجامل كذلك عسى ونعمة وبئسة وليسة وحبزة ولا حبزة كلها دي أفعال جامدة لا يجوز منها أن يأتي فعل إيه التعجب قبل التفاوت يا شباب يعني كذلك ما ينفعش يعني التفاوت ممكن أتفاوت في أي حاجة طول في القصة لكن عندي في المود في الفناء في الهلك يعني أفعال زي ماتة فنية هلكة غرقة لا يجوز منها فعل مين؟ فعل التعجب كذلك لابد أن يكون مبني المعلوم يعني لا يصح فعل مبني المجهول أقول لك قال يجوز لكن يقال هتقول لي ده فعل فعل مبني فلا يجوز منه طبعا لابد أن يكون فعل مبني للمعلوم لا يجوز أن يكون فعلا مبنيا للمجهول كذلك رقم سبع شباب ليس الوصف منه على وزن أفعل التي مؤنتها فعلاء مثل أحمر وحمراء وده خاص بالألوان وأصفر صفراء تمام؟ فهذه هي الشروط طبعا اللي هي شروط السبعة شروط فعل التعجب أنا عندي سؤال دلوقتي يا دكتور حسام يعني لحضرتك كطالب طبعا يعني أنا دلوقتي سمعت من حضرتك أن فيه سبع شروط سلاسي ومثبت وتام وكلهم وسبعتهم من دنيا تمام بس معنى كده أن أنا لو جالي أي فعل رباعي أو خماسي أو سداسي يعني مش هينفع أجيب منه تعجب خلص يعني مش هينفع نهائيا من أي فعل رباعي أو خماسي أو سداسي يعني أنت حرقت لي سبع شروط يعني مش فاهم الحتة دي أقول لحضرتك لا طبعا هتعجب منه لكن بطريقة غير مباشرة يعني فيه طريقة مباشرة اللي احنا بتعجب بها لكن المرة دي طبعا طول ما فقط شرط من الشروط السابعة اللي ذكرناهم منذ قليل لابد أن يكون هناك طريقة غير مباشرة تمام يعني مثلا لو عندنا مثال مثلا يعني ممكن نضرب مثال مثلا نتعجب من الجملة الآتية زي الجملة زي دي ده كده نعملها ازاي طريقة غير مباشرة تمام طبعا طريقة غير مباشرة يعني أن الناس تكتب معنا الكلام ده شباب إذا كان الفعل طبعا غير ثلاثي أو ناقص أو دل على لول أو عيب لا يصاب منه التعجب مباشرة بدليل أن احنا حضرتك لابد أن نأتي بالتالي واحد ونكتب يا شباب دي مهمة جدا نأتي بفعل للتعجب يكون مناسب لمعنى الجملة واحد نأتي بفعل للتعجب أن يكون مناسبا لمعنى الجملة مثل كارما وحسنة وقبحة ويعني أفعال كثيرة اتنين بقى يعني مثلا ممكن نحط مثلا كلمة أحسن أكتر كلمة مثلا بنستخدمها اسم فعل تعجب زي كلمة أفضل نحط مثلا حاجة زي كده توصل حرارك دكتور حسام تمام اتنين بقى دي مهمة جدا يا مستر تامر نصوغ المصدر يا إما الصريح إما المؤول يا زائد يعني أنا هجيب دلوقتي حضرتك فعل التعجب زائد مصدر صريح مصدر مؤول طلبة كتير جدا تقول لك يعني مصدر صريح يعني المفعول المطلق ما دي سهلة جدا ما مصدر هو مفعول مطلق طب هتقول لي يعني إيه المصدر المؤول مصدر المؤول هقول لك أن زائد الفعل المضارع وده الحاجة طبعا اللي احنا بيستخدمها أن زائد الفعل المضارع طب هو حضرتك يا مستر تامر ممكن فيه تاني مصدر مؤول غير أن زائد الفعل المضارع فيه طبعا اللي هو ما زائد الفعل يعني أن أنا مجرد أن أنا حطيت الأدامة وبعد كده روح تجايب الفعل كده أنا عملته برضو مصدر مؤول أعجبني ما صنعت أعجبني ما صنعت ما صنعت كيدي بقول لك أعجبني صنعك تمام يبقى كده عندي الشرطين دول على أساس أن أنا أقدر أتعجب بطريقة غير مباشرة يبقى عندي الفعل اللي هو أنا جبته أحسن أو أفضل أو أجمل أو أكثر زائد إما أن تختار المصدر الصريح إما أن تختار المصدر المؤول يعني أنا لو جيت عملت جملة زي دي هقول مثلا ما أجمل وبعد كده دكتور حسان هروح قايل انتصار أحسان انتصار الشعب وأكمل جملة عادة تمام أولا ممكن نقول أنت حضرتك كده اخترت المصدر الصريح الصريح أنا ممكن أختار المصدر المؤول أو ليه ما أجمل أن ينتصر الشعب يبقى أنا جبت أنت زائد الفعل المضارع من الفعل مين انتصر اللي جاني هنا تمام تمام يعني لو كان عندنا ميسان آخر زي مثلا فهم الموضوع لا يهم للطالب يعني هنا فعل مبني المجهول مثلا نتعامل عزي إلى فعل منفي ناخد جملة رقم 2 للأول تمام إذا كان الفعل جامدا أو غير قابل للتفاوت أو إذا كان الفعل هنا مبني المجهول اللي هو فهمة لا يجوز إلا نلجأ بطريقة غير مباشرة اللي هي حضرتك استخدام الفعل اللي احنا بنجيبه الفعل المساعد زائد حضرتك المصدر المؤول المصدر المؤول لأن الفعل منفي أو مبني المجهول لا يصغ منه فعل التعجب مباشرة بل بطريقة غير مباشرة مع جعل المتعجب منه مصدرا مؤولا فقط فقط تمام تمام يعني يعني نقول في جملة زي دي مثلا ما وبعد كده أجمل أن يفهم لكن ما ننفعش نقول ما أجمل فهم الموضوع لا يا جوز لابد من المصدر المؤول فقط تمام تمام ولا يهمل الطالب بنفس الطريقة بنفس المنهجية هنقول ما أجمل أيضا أن لا يهمل الطالب طب أن لا هنا لماذا ما قلناش أن لا مصدر تام لأن هنا طبعا أنتم عارفين أن هنا أن زائد لا بتتحول للثقل للنط اللي هو تقيل لأن احنا مش ينفي نقول أن لا طب ما أسهل أن نخلي النون هنا مش موجودة ونخليها قلة بشكل مباشر يبقى قلة دي عبارة عن إيها دكتور اللي هي أن لوحدها اللي هي أداة النصب اللي هي بتدخل على المنظر المؤول أن زائد لا اللي هي بتاعت النفي لأن الفعل عندي منفي فيفضل موجود زي ما هو النفي ودي عليها أن فتتحول بالمنظر ده تبقى ألا ما أجمل ألا يهمل وبرضو يهمل بالمناسبة تفضل فعل مضارع منصوب لأن ألا دي تبدو لك أن هي مش من أدوات النصب ولكن هنا لدي نافية هنا أصبحت غير عاملة وهنا النون لأن هي اللي نصبت الفعل فدوة فعل مضارع منصوب ودي معلومة مهمة جدا ما أجمل ألا يهمل الطالب واحد يبص لجملة ويسأل يقول ما أجمل ألا يهمل الطالب أو ما أجمل أن يفهم الموضوع المتعجب منه كان زمان جملة يعني كلمة ما أجمل انتصار انتصار هي المتعجب منه كنا بنقرب مفعول به بنفس طريقة الأعراب الأولانية ولكن هنا أنا مش عارف المتعجب منه راح فين المتعجب منه في هذه جملة ما أجمل ألا يهمل على بعضها ألا يهمل ودي لما نيجي نعربها هنعربها بطريقة مختلفة شوية نروح أيلين عليها دكتور حسام مصدر مؤول ده كل ده مصدر مؤول في محل نصب مفعول به لكن هنا مش هنعرف بقى مفعول به بشكل مباشر لا ده أنا هعتبر المصدر مؤول كله هو اللي في محل نصب مفعول به طبعا متعجب منه يعني إنما لو قلت ما أجمل أن ينتصر فأني ينتصر كلها كده هقول مصدر مؤول في محل نصب مفعول به بالظبط تمام طيب تعالوا انتقل بعد كده شباب إلى نقطة أخرى وسؤال كده دكتور حسام سريع جدا طيب وكمان الفعل المنفي طيب فيه فعل مثلا زي اللي هو مات مثلا ده أقدر أجيب منه تعجب ازاي مات الفعل غير بالقابل للتفاوت اتامر أو فعل جامد بص دول لا يجوز التعجب لطريقة مباشرة ولا غير مباشرة تمام لا يجوز نفائيا ففعل قابل للتفاوت ده اللي هو غير قابل مثل مات وفنية وهلك وغرقة وكذلك الفعل الجامد عسى وليس وبئس ونعمة وحبز ولا حبز ده لا يجوز يا مستر تامر التعجب لا بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة يبقى أنا كده أكتب طبعا للطلاب بطوعنا إن إحنا عندنا في اتنين اللي هو غير قابل للتفاوت غير قابل للتفاوت وكمان الفعل الجامد ده ما ينفعش يجيب منهم تعجب نهائيا يبقى لا يجوز التعجب منهما لا يجوز التعجب لا بطريقة مباشرة ولا بطريقة غير مباشرة فهسجل دي عندك غير قابل التفاوت اللي هو لا يقبل المقارنة والجامد اللي هو زي عسى وليس ونعمة وبئسة طيب تعال نشوف دكتور حسين مع بعض التدريب طبعا اللي احنا نحن نكلم فيه قبل ما ندخل على التدريب النهائي ونشوف أول سؤال بيقول واحدة من البدائل الآتية لا تمثل التعجب السماعي فاحنا عندنا فيه أكتر من اختيار يا طرق اختيار صحيح لو نجي نحلل كده دكتور طبعا كل الاختيارات اللي موجودة عندنا بيقول لله يضره فارسا يا لجمال السماء أجمل بالسماء سبحان الله طبعا مش حطين أي علامات علشان خاطر الطالب يقدر يعني يشتغل ويشوف كده مين فيهم الذي لا يمثل التعجب السماعي لما نيجي نبصي كده ألاقي مثلا لله يضره فارسا لله يضره فارسا زي ما قال دكتور حسين في الأول دي كانت عبارة عن أيوة فعلا ده تعجب سماعي أنا سامع كل الطلاب بيقولولي طبعا ده تعجب سماعي وكمان يا لجمال سائدة ده مش نداء لا ما هو ده اسمه نداء تعجب يعني نداء يفيد التعجب ما برضو ده تعجب سماعي يعني مش ماشي تابع الصيغة القياسية اللي احنا اشتغلنا عليها أجمل بالسماء ده الصيغة التانية اللي هي بتاعة افعل به وسبحان الله برضو تعجب سماعي يبقى اذا هي ده الاجابة الصحيحة في هذا السؤال يبقى السؤال الاول بالنسبة لي أجمل بالسماء ده الصيغة اللي كان مفروض تطلع على المتعجب طبعا في النهاية بعد كده عندنا الجملة التانية بتقول ما أجمل السماء أجمل بالسماء بيقول لي اعرب كلمة السماء وتعال نشوف الاختيارات مع بعض طبعا اللي بنصح الجميع قبل ما نبتدي ندخل على الاختيارات ونبتدي نشتغل في الاختيارات ونبص كويس جدا ياريت احنا نحل الاول يعني انت قدامك السؤال حل لوحدك وبعد كده شوف الاختيارات المناسبة فينا بيقول لي ما أجمل السماء أجمل بالسماء طبعا انت اكيد فهم كويس جدا الاعراب ولو مش متذكر شوية معاك برضو الكتاب ممكن تلجأ له وتبص عليه وتشوف الاعراب لو انت مش متذكر ولو ان لو الموضوع اتفهم خلاص مش محتاج الكتاب في الحتة دي ما أجمل السماء أجمل بالسماء هنا بيقول اعراب السماء الاولى فاعل والسانية مفعول لا طبعا لان احنا اعربنا دي بالفعل مفعول به واعرب ن دي فاعل فبالتالي كل الاختيارات دي ما تنفعش منها غير الاختيار رقم 4 الاولى مفعول به والسانية فاعل ولكن اسمح لي بقى اسألك كده وترد علي في سر او ترد علي بصوت عادي ان هنا ما أجمل يا طرى ايه ضبط المناسب لكلمة اجمل في الصيغة دي اللي قدامك ما اجمل السماء فعلا انت هتحط عليها فتحة لكن هنا اجمل بالسماء فكر كده لحظات يا طرى ده فعل ماضي نحط فتحة لا ده هنحط عليه سكون طب حد عنده تفسير للموضوع ده لو انت كنت مركز معنا في الموضوع من اول فعلا ده مفروض يتحط عليه السكون انه جاء على صيغة الامر طب انا مش فاكر الفعل الامر كان بيتعارب ازاي لان الجزئية دي جزئية مهمة واحد يقول الفعل الامر بيتعارب ازاي انا كنت فاكر ان الفعل الامر بيبنى على ما يجزم به مضارع يعني بياخد نفس علامة البناء بتاعة الفعل المضارع يعني مثلا لو جينا قلنا اكتب انا بكلمك بشكل عام على الفعل الامر اكتب يبقى اذا ببص على المضارع لم يكتب ده هنا مجزوم بالسكون يبقى دوت امر مبني على السكون تمام ده كلام مهم طب انت بتقول الكلام ده لي سيستامر انا الصيغة اللي بتاعة افعل به اشتغل فيها ازاي انا عندي اعلى اينا زي ما انتو شايفين فيه حرف الا في النهاية لما اجي عمل ها بالصيغة التانية بص اللي هيحصل ايه هتضطر انت تشيل حرف الا وتروح اي الا اعلى بالمتفوه او بالمجتهد طب انت عملت كده ليه لان دوت فعل امر فعل ماضي ولكن جاء على صيغة الامر مبني على ايه بياخد نفس اعراب الفعل الامر يبقى مبني على حصف حرف العلة نعيد الكلام ده تاني تاني انا لو جيت قلت مثلا يرضى تمام زي ما انتو شايفين في الف النهاية لو جيت عملت اداة جزم زي لم وحطيت هنا الفعل مرة تانية هحط ضد وعليها فتحة هنا فعل مضارع مجزوم بحصف حرف العلة علامة جزم حصف حرف العلة هنا نفس الكلام ينطبق على فعل التعجف في الحتة دي هنا اعلى زي ما انتو شايف في حرف علة لما تيجي تعمله بالصيغة التانية شيل حرف العلة لازم يشيل حرف العلة لاندوت هيبقى اعراب كالتالي هتروح قيل دافع لماض بس جاء على صيغة الامر وبعد كده هتروح قيل مبني على حسف حرف العلة فدي بقى نقطة مهمة جدا 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 تخلي بالك منها في هذه جزئية شوف احنا من سؤال واحد طلعنا كام سؤال ده غير كمان كلمة السماء السماء هنا لو عايزين نشكلها هنحط التشكيل هنا فتحة ولكن لما نيجي هنا عند كلمة السماء فعلا مش هنحط ضمة ده احنا هنحط هنا كسرة لانه فاعل مجرور لفظا ولكن هو مرفوع محلا او فاعل مرفوع علامة رفع ضمة مقدرة تعال نبص مع بعض على السؤال اللي بعده اجتهد الطالب عند تعجب من هذه جملة سبحان الله لسه كنا بناخدها من شوية اجتهد ده غير سلاسي يعني بيتكلم على الشروط طب تعال نشوف كده مع بعض الجمل اللي موجود في الاختيارات اجمل باجتهاد هي دي صغير التعجب اه دي صغير التعجب اللي هي السيغة التانية اجمل باجتهاد الطالب طيب هنا في هذه النقطة ونحن عاديين بنبص على الاسلوب ده طب ما ده اسلوب صحيح هنا حطينا فعل تعجب مساعد وبعد كده رح نحطينا بيه اللي هي حرف جر زائد ثم جبنا كلمة ايه كلمة اجتهاد طب اجتهاد دي اللي هي هنا فاعل مجرور لفظة مرفوع محلا طب تعال نبص على الاختيار التاني ما اعظم ان يكتهد الطالب ما اعظم ان يكتهد الطالب طب هنا برضو في ان يكتهد اللي هي ان زائد الفعل المضارع ده مصدر مؤول طب ده كلام برضو صحيح احسن بان يكتهد هو بيغير هنا يعني مرة جاب لفعل تعجب مساعد وهنا جاب لفعل اتعجب مساعد مختلف وانا واحد تالت مختلف مفيش مشكلة احسن باني اكتهد برضو نفس الكلام كله صح يبقى كل ما صبق صحيح لان انا وقفت عند كل جملة لقيتها كانت صحيحة 100% انا عندي اكتهد بيجي بطريقتين اكتهد ده لانه غير سلاسي مش بس غير سلاسي كلمة حمرا الورد او خضرا تمام الكلمات السلاسية دي اللي بتدل على لون او كان فعل ناقص زي كان اخواتها فاذا انت عندك التلات دول بيجي بطريقتين بيجي فعل تعجب مساعد واما جاي بعد منه مصدر صريح او مؤول زي ما اتفقنا قبل كده لكن لو كان عندك من في او مبني للمجهول فانت ما عندك شغير حل واحد بس انه هو يكون جاي مصدر مؤول اما مين بقى اللي ما ينفعش يجاب منهم خالص اللي ما يجابش منهم خالص اللي هو جامد وغير قابل للتفاوت زي ما اتفقنا مع بعض غير قابل للتفاوت يعني ما يقبل المقارنة اللي هو افعال الموت والهلاك وده ما ينفعش يجاب منهم نهائيا ده كده السؤال بيجي في الامتحان بالشكل ده بيجيب لك فعل زي اجتهد فشوف انت لو موافق للشروط كلها يبقى ينفع يجاب منه بطريقة مباشرة مش موافق او واحد من المجموعات دي يبقى لازم تتبع طرق اللي احنا اتفقنا عليها طيب تعال نبص بعد كده على سؤال اخر السؤال بيقول عندك الخليفة الخليفة عمر ما اعدله ده ده اصبح التعجب بتاعنا بيبدأ من هنا ما اعدله قائدا المتعجب منه في العبارة هو مين مين ده اللي انا بتعجب منه طبعا هو الخليفة عمر اكيد تمام بس هنا بقى بص في مشكلة عندي ايه بيجيب للاختيارات ايه بيقول الخليفة ولا كلمة عمر ولا ايه اللي ايه في اعدله ولا قائدا مو هنا المتعجب منه في الصيغة دي يا شباب ساعة لما جينا قلنا ما افعله تمام كانت المتعجب منه جاي بعد افعل ساعة لما جينا اخدنا المثال لو تفتكر ما اجمل السماء تمام كان المتعجب منه هو كلمة السماء طب هنا في هذه الحالة هو انا بتعجب من الخليفة عمر ما اعدل الخليفة عمر قائدا بس هو طلع قدام يعني المتعجب منه طلع في الاول فهل يطرى هو يفضل زي ما هو متعجب منه الاجابة لا ما ينفعش يبقى من يكون متعجب منه ده هنا اصبح كلمة الخليفة في اعرابها بقت مبتدأ مرفوع واصبح كلمة عمر عشان ده طبعا زي ما انتوا شايفين اللي هو الوصف بتاع عمر او الوظيفة كان خليفة فعمر هنا في هذه الحالة بدل مرفوع طب هنا ما اعدل هو كلمة الهاء في اعدله هي ده المتعجب منه لان هي بتعبر عن مين بتعبر عن الخليفة عمر يبقى معلومة في منتهى الخطورة لما ييجي المتعجب منه يطلق قدام يسيب مكانه وييجي في اول الجملة يبقى الضمير اللي اتحط هنا ده هو المتعجب منه لكن ما ينفعش يكون متعجب منه في البداية وطبعا ده نقطة مهمة جدا زي ما احنا وضحنا في سؤال عند البعض امال كلمة قائدا اللي موجودة بعد ما اعدله يا طرى دي تتعرب ايه ما كنتم ممكن ابص عليها على اساس ان هي منصوبة فنقول ما دي مفعول به بقى يعني متعجب منه جاي بعد يقول لا دي في الحقيقة بتتعرب تمييز منصوب وتعتبر من ثوابت التمييز ثوابت الاعراب التعارفين لان احنا عندنا ثوابت فمن ضمن ثوابت التمييز الكلمة النكرة اللي بتيجي بعد ما افعله يبقى خلي بالك ان الضمير هو المتعجب منه طب فرضا لو جاي يقول اعرب لوحده متصل مبني في محل نصب مفعول به فطبعا دي نقطة مهمة جدا طيب لو كان جاي لي بالصيغة التانية الصيغة اللي هي كانت الخليفة عمر ويجي يقول لي اعدل وبعد كده به قائدا الهاء هنا هيبقى عندنا مشكلة سويرة جدا تمام اللي هي ان الهاء دي مفروض ضمير نصب او جر ولكن في هذه الحالة الاستثنائية فقط بتتعرف بالطريقة دي ضمير متصل مبني وبعد كده تروح ايل في محل رفع فاعل رغما ان هي من ضمائر النصب او الجر ولكن ها جاية متعجب منه في هذه النقطة ودي نقطة خطيرة جدا يبقى خلي بالك ما تتلغبط فيها ان خرجت عن القاعدة في هذه النقطة لانها جوة اسلوب تعجب يبقى احنا خلصنا السؤال رقم اربعة تعال نشوف مع بعض سؤال رقم خمسة يطرى بيقول ايه لسه كله بنتكلم بيقول حمر الورد طبعا عند تعجب من هذه جملة اكيد انت عارف ان ده بييجي بطريقة غير مباشرة تمام ماينفعش انه يجي بطريقة مباشرة لانه بيدل على لون طيب تعال بص كده الاختيارات بيقول ما احمر الورد لو انت شايف ان هي لايئة فانا بقول لك على حسب القواعد لا طبعا ماينفعش لانه هي بتدل على لون فدي لا يجوز ان هي تأتي بطريقة مباشرة تمام فطبعا كده انت عندك ما اروع حمر الورد ما اروع احمرار الورد الثانية والثالثة اللي هي دي ودي فانت بتبص دي مهم الاتنين وبتبتدي كده تبص كده الفوق يعني وبتدت تتخيل تقول ما اروع حمر الورد ما اروع تصدق لأ هم الاتنين فإيدك بتجرع على طول على الثانية والثالثة تفاجأ ان الاجابة الصحيحة دي بس. هي الثانية فقط دي. هي دي الاجابة الصحيحة. طب ايه ده ليه مش الثانية دي لايئة جدا. ما اروح احمرار الورد دي لايئة جدا. يقول لك ده ليه علاقة بالترم الاول. لان النحو عندنا تراكمي. مش محتاجين ان احنا نقول لك المعلومة. كان عندنا درس اسمه مصادر. مش احنا قلنا ان ده مصدر مؤول ومصدر صريح. ده مصدر صريح. يعني كنا واغينه في الترم الاولاني. فكان عندنا ده الفعل السلاسي اللي بيدل على لون ياريت تسجيلها عندك لو سمحت. اللي هو حمرة ده ييجي على وزن اسمه فعلة. كده بالطريقة دي. زي حمرة حمرة. لو جيت قلت لك مثلا زرقة. هتلاقيها جاية كده. زرقة. بالطريقة دي. طب هنا ده الفعل بتاعه ايه. هنا لو انت بتسأل على الفعل. الفعل بتاعه هيكون احمرة. اللي هو خماس. احمرة. يبقى احمرة احمرة. احمرة. هنا لو جيت قلت لك اخضرة. هتكون اخضرار. يعني احنا هنحسبك. هنا مش بس على التعجب. لا ده احنا كده ربطي للتعجب مع المصادر. بدأت اكتر من الاولاني. يا سلام ان نحو تراكم انت عارف. يبقى اذا ما اروع حمرة. دي اللي جابة صحيحة. لان الفعل بتاعي هنا حمرة. لو انا جيت غيرت لك الفعل. وطيق لك احمرة. احمرة ماذا كنت تختار ما اروع احمرة. لا يجوز يكونوا هم الاتنين مع بعض. يبقى نيجي عند السؤال ده ونقول. وتعيد الفيديو تاني. ونقول ان ده مهم جدا. تمام. مهم جدا لان هو بيلعب على فكرة ربط الدروس ببعضها. تمام. مش مجرد ان انت تكون عارف تعجب والسلام. فطبعا دي نقطة مهمة جدا. تعالوا ننتقل مع بعض الى السؤال رقم 6. السؤال رقم 6 بيقول لي المصريون قادرون على تخطي الصعاب. بيقول لي عند تحويل المبتدأ اللي هو كلمة المصريون الى مختص. مختص. احنا اشار دكتور حسين في بداية المحاضرة ان احنا هنركز طول الوقت بتاعنا احنا بتقيم من الساعة واحدة الساعة اثنين لتلتة دلوقتي ان احنا بنركز شغلنا كله على التعجب. طب الاختصاص ليه مش هنشرحه بشكل تفصيلي. لان احنا سبقوا وعملنا عليه محاضرة كاملة واحنا ما عندنا اشغل درسين نحو بعد توقف المنج عند خمستاشر مارس. فبالتالي سبق اختصاص واخد محاضرة كاملة الواحدة ممكن ترجع له مرة تانية تتفرج عليه على المنصة منصة البس المباشر على اليوتيوب. هتلاقي السلوب الاختصاص موجود بشكل كامل بتدريباته. ولكن مفيش مانع ان احنا قبل ما نبتدي نخش على الاختيارات. ان احنا نذكر الناس باسلوب الاختصاص. اسلوب الاختصاص احنا اتفقنا مع بعض في نقطة مهمة جدا لما جينا شرحناها. جينا قلنا في اسلوب الاختصاص ان انت عندك ضمير بيكون موجود في الاول. الضمير ده بيكون عبارة عن ضمير. يا اما متكلم. يا اما يكون ضمير مخاطب. واحذر من. من الضمير الغائب. الضمير الغائب. لا. تمام. يبقى لازم تخلي بالك ضمير. يا اما متكلم. مش فاكرهم. حاضر. اللي هو انا ونحن. او اننا. ممكن يجي ضمير متصل عادي. يا اما مخاطب زي انت. زي انت. من غير يا اه. كسرة. انتما. وانتم. انتنا. كل دي ضمائر. اسمها ضمائر مخاطب. او انكم مثلا. يعني بص هنا في ضمير او. فاذا هنا ضمير سواء كان مفاصل او متصل. بس المهم ان هو يكون ايه. يا متكلم. يا اما ضمير ايه. مخاطب. ويجي بعد منه مختص. ليه اشكال المختص ده بقى. يا اما يكون فيه الف والان في الاول. تمام. قال كده في الاول. يا اما يكون مضاف. المعرفة. يا اما يكون ايها او اياتها. يعني عايز مثال بسيط جدا على الحتة دي. لو انا جيت قلت لك مثلا. نحن الطلاب. الطلاب نكتهد. وممكن اقول لك كمان جملة. نحن طلاب نكتهد. بص كده الجملتين دول هتلاقي. الجملة الاولانية فيها نحن اللي هي ضمير متكلم. وجاي بعدها زي ما انتم شايفين يا شباب كلمة الطلاب. وبعد كده نكتهد. وهنا برضو نحن طلاب ونكتهد. بيقول لك المختص بيجي بعد الضمير. اهو. وينفع يتشال من الجملة. تمام. يعني انت لو جيت حددت معايا كلمة الطلاب. وجربت ان انت تشيلها. نحن نكتهد. يا سلام جملة واضحة جدا. نحن نكتهد. اكيد كلمة الطلاب دي مختص. شوف الكلام سألي جدا. دي مختص دي. على طول. واحد مركز معايا جدا. فبيقول لي طب ما هو بنفس الكلام اللي انت قلته. نحن. وبعد كده طلاب نكتهد. طب ما انا هحدد لك طلاب اهو. واقول لك ان هي ينفع تتشال من الجملة. نحن نكتهد برضو. طبعا فازاي ده مش مختص. اقول لك لأ. ده ما ينفعش ان احنا نقريبه مختص وهنقريبه خبر مرفوع ليه. لان انا كنت اقيل لك ان فيه حاجة اسمها انواع المختص. لازم يكون يا اما فيه الف ونام. لازم يكون مضاف وجاي بعد ما انه مضاف ايه. لازم يكون يا اما ايها او اياتوها. فهنا ما ينفعش اقول ان احنا طلاب واقول ان دي مختص. ما ينفعش. عشان كلمة انا كده. لازم يكون فيه الف ونام او مضاف. يا اما ايها او اياتو. فطبعا دارك كده بافكرك باسلوب الاختصاص سريعا تمام. وبرضو هديك عليك سؤال مرة تانية. تفضل لدكتور. واحدة حضرتك قلت نحن الطلاب نكتهد. خبر نحن هنا. اللي هو جملة نكتهد. بالمثال اول. اما طب جملة نكتهد هنا. هل تجيز ان تكون خبرا لكالي للضمير نحن. في الجملة التانية. لا طبعا مش هيجوز خبر. تمام. تمام. في الجملة الثانية ما ينفعش طبعا يكون خبر. في الجملة الثانية مفروض ان هو هيتعارب الخبر هنا كلمة الطلاب. تمام. ومال كلمة نكتهد هتكون في محل ايه. طبعا هنا على اساس ان الجمل بعد النكيرات. صفات. وبعد المعارف احوال. تمام. يبقى اذا احرر لك عايز تقول ان كلمة نكتهد كجملة. جملة نكتهد هتكون في محل. تمام. رفع نعت. ولكن في محل رفع نعت. زي ما حررتك قلت بالزبط. يبقى نخلي بالنا يا شباب واحنا بنتعامل مع عصوب الاختصاص ده ان احنا عندنا نحن الطلاب فيه الف نام. وهنا جاي بعدين نكتهد. هنا دي ينفع تتشال. دي مختص. يبقى اذا كلمة نكتهد. لما نيجي نوضح الاعراب بتاعها هتكون نكتهد هنا في هذه الحالة في محل. بس هقول في محل رفع خبر. ولكن زي دكتور حسامة بيوضح نقطة برضه بتيجي في الامتحانات مهمة جدا. ان هنا يجي يقول لك المحل الاعرابي لجملة نكتهد في الجملتين. اللي فوقه كانت في محل رفع خبر. لكن اللي تحت. علشان كلمة الطلاب خبر. فهنا طبعا تبقى فيه محل رفع ناعة. تشكرك جدا بتحسامة على هذه الملحوظة. كمان انا عايز حضرتك توضح لنا نقطة تانية برضو من ضمن الاسئلة اللي بتحير طالبة كتير جدا في الامتحان. زي ايه مثلا. زي السؤال ده اللي هو بتاع ايها الطلاب انتم مكتهدون. تمام. وبعد كده يروح نفس الجملة هي هي يروح ايه اللي كده انتم ايها الطلاب مكتهدون. اه ما بقاش انا عارف اعمل ايه. يعني انا مثلا كلمة ايها دي. طب ما الاتنين شما بعض والاتنين بنادي. بس ازاي افرق في الاعراب ما بينهم. افرق في الاعراب حضرتك طول ما ايها بدأت بيها الكلام. خلاص ده منادة. خلاص ده اسلوب نداء. فاي منادة مبنى على الضم في محل النظر. لان ما فيش احنا قلنا اسلوب اختصاص او اسلوب. المختص نفسه لازم ليه شروط. لازم فيه ضمير متكلم او ضمير مخاطب. هنا لم يأتي شيء في الجملة الاولى. بدأ بايها على طول. فايها اي منادة مبنى على الضم في محل النظر والهق للتنبيه. لكن المثال الثاني بقى بدأ قبل ايها ضمير وضع ضمير مخاطب انتم. فايها هنا مختصا مبنيا على الضم في محل النظر. فهنا فيه فرق بين ايها في المثال الاول وايها في المثال الثاني. تمام يعني هنا نعربها مختص وبعد كده يا رحايل مبني على الضم في محل نصب مفعولهم به. تمام جدا نشكر حضرت طبعا جدا. وده كده كان توضيح منها سريع جدا على اسلوب الاختصاص. ولكن نمسح بسرعة كده الكلام ده نحاول نشوف بقى التدريب بتاعنا. بيقول لي المصريون قادرون على تخطي الصعاب. انا عايز كل واحد من الناس اللي موجودة معانا دوقتي على الهو يقول لي ازاي نقدر نحول. يعني كل واحد يكتب من نفسه كده الجملة. ازاي نقدر نحول المبتدأ اللي موجود في الاول. الى اسلوب اختصاص. او نخلي كلمة المصريون مختص. وده اللي احنا هنوضحه دلوقتي حالا تعال نشوف الاختيارات بسرعة جدا. بيقول لي انت عندك اهو اول اختيار انتم المصريون القادرون على تخطي الصعاب. يا ترى هو ده الحل صحيح. ولا الحل هو هم المصريين قادرون على تخطي الصعاب. ولا نحن المصريين قادرون على تخطي الصعاب. ولا ما اعظم المصريين. اعتقد ان كل الناس هتلغي الاعراب اللي هو بتاع ما اعظم المصريين ده. ليه لان ده زي ما احنا شايفين. ده هيبقى اسلوب اه 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 تعجب. فطبعا ده مش اسلوب اختصاص بالنسبة لنا نهائيا. فكده اصبح معانا ثلاث جمل بنبتدي نبص فيهم. انتم المصريون القادرون على تخطي الصعاب. هل ده يجوز ان يكون اسلوب اختصاص? في الحقيقة لا. طب ليه لا? ليه ده كلمة المصريون زي ما انتو شايفيت. فيها ضمير فيها واو انعاسف واو اللي هي الجامع. واو الجامع ايه يعني ده كده معانا انه هو مرفوع. يعني معنى كده ان كلمة المصريون دي خبر مرفوع. وهيبقى علامة رفعوا الواو. تمام? انتم المصريون. لكن بصي هنا. هم المصريين للجملة اساسا غلط. لان ده ما ينفعش يكون اختصاص. ما تقفش هنا بقى وتقول لي اصلي ينفع شي للمصريين والكلام ده. الجملة اساسا صيغتها خاطئة. لان الضمير ده زي ما انت شايف كده ده ضمير غائب. فضمير الغائب ما ينفعش ان هو يكون جزء من الاختصاص. احنا كنا عيدين لازم يكون ضمير. يا اما متكلم. يا اما ضمير يكون مخاطب. وبالتالي الجملة اساسا خاطئة. ودوت خلاص فيه واو علامة الرفع فبقى خبر مرفوع. يبقى ما فيش غيرها. نحن المصريين قادرون على تخطر صعاب. تشيل كده المصريين فعلا. نحن قادرون على تخطر صعاب. وبالتالي المصريين هتتعرف مفعول به. لفعل محزوف وجوبا. تمام. ومنصوب علامة نصبه الياء. طبعا وده نقطة مهمة جدا. كده احنا خلصنا الجزء اللي هو كمان مراجع على الاختصاص والشرح التفصيلي زي ما نوهنا. فبالتالي تعالى نشوف الاختبار بتاعك الاخير ونتلقى اسئلة. زي ما احنا متعودين دايما والناس اللي كانوا متابعيننا في الحصص التجربية من قبل. بنحب دايما نعمل اختبار وناخد استجابات سريعة كده على الهوى مباشرة ونشوف الناس اللي ابتدت تشارك معنا. فاحنا معنا طريقتين. يا اما معاك انت اللي هو الاسكان اللي هو هيقدر تيوار ريدر اللي هيقدر يخليك تعمل اسكان البر كود ده. فيدخلك على الاختبار على طول. يا اما هتاخد العنوان ده بالتفصيل كده وتكتبه عندك في اي متصفح. وهيدخلك برضو على الامتحان بتاعنا السريع اللي هنقدر نكتشف من خلاله الناس مشاركة معانا ولا لا. وطبعا كل التدريبات اللي موجودة فيه احنا عرضناها في المحاضرة النهاردة. علشان يبقى انت سمعتنا. فهمت كويس جدا. وكمان طبقت على في الاخر بامتحان وهتجيلك الاجابة بشكل مباشر عليه. ولو فيه اي مشاكل بنوضحها فيه ما بعد. طبعا نسيب دكتور حسام كده في تعليق اخير على المحاضرة النهاردة. او لو فيه اسئلة تمام معينة جات لنا من الطلبة. نحاول نحن نوضحها في اخر عشر دقائق من السريع. يعني شرح وافي وحضرتك يعني اتمامت على يعني بصراحة شرح جميل جدا وممتع جدا يعني. اشكر حرارة دكتور حسام جدا جدا. هنحاول نسيب الطلبة تحاول ان هي تشوف. اذا كنت بتقول عايزة اعراب اكرم بها خلاتا. عايزة اعراب كلمة خلاتا. احنا قلنا الكلمة الناكرة المنصوبة. ودي من الثوابة المهمة بعد اسلوب التعجب سواء ما افعل وافعل به. على طول تعرب تمييز. تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. فاكرم بها خلاتا. ده الشاعر ده الكعب ابن زهيد. لو انها صدقة. فاكرم بها خلاتا. فخلاتا هنا تمييز منصوب. احنا موجودين يعني. تمام. احنا بنتابع برضو مع بعض الشات. ونشوف يعني لو في جالنا اي اسئلة احنا موجودين. ام يعني. ده كده بالنسبة للرابط. تعال هنتشوف مع بعض كده الاستجابات اللي جات لني. ام. شكل مباشر.هم. ام. واحنا لسه دكتور حسام ما جلناش اي استجابة خالص من الناس بس يعني هي لسه في طريقة ان شاء الله في اكتر من حد بيبتدي يسجل معنا في المراجعة تمام الامتحانات احنا كده 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 في طالب كاتب شرح القصة واسئلة عليها على طريقة الامتحان تمام فدي هنشوفها ان شاء الله مرة تانية احنا طبعا احنا عندنا عندنا مراجعات بشكل بشكل مباشر تمام هتم ان شاء الله الاسبوع القادم عندنا مراجعة ان شاء الله برضو على الادب بشكل كامل وكمان موجود معنا البلاغة والنصوص المتحررة وازاي نقدر ان نتعامل معها يعني الادب بشكل كامل كل الدروس ان شاء الله نكون مع زميلين عزيزين علينا ان شاء الله في الاسبوع القادم وبعدهم ان شاء الله هيكون برضو معنا النصوص والبلاغة النصوص المتحررة والبلاغة وكان استاذ بلال كان وضح في المحاضرة السابقة القراءة المتحررة بشكل عام بحيث ان احنا نقدر ندخل على الامتحان واحنا متمكنين جدا من كل جوانب الامتحان بشكل عام فتابعونا ان شاء الله الاسبوع القادم هيكون معنا الادب بشكل وافي باسئلة الامتحان اما القصة فيكفي طبعا ان احنا قراءة القصة بشكل واعي لفهم الاحداث بشكل سريع الوقوف على المعاني الجديدة اللي موجودة داخل القصة وبنسمى نترك مجيئة بقى في الامتحان ان شاء الله يعني تبعا لأسئلة الامتحان ولكن هي اهم حاجة في القصة مجرد قراءتها وفهم الاحداث بشكل عام ده دكتور حسام فيما يخص لازم يكتسب برضو الطالب الثروة اللغوية لان الثروة اللغوية هكفي دكتور جدا خصوصا في النصوص وعليك بقراءة الشعر الجاهلي لاكتساب بعض الثروة اللغوية مهمة جدا تمام ده كده مفيش عندنا سئلة تانية جت على في هذه المحاضرة النهاردة طيب احنا كده يعني في نهاية المحاضرة ان شاء الله نتمنى ان احنا نكون افدناكم وقدمنا النحو بشكل بشكل كويس كان دكتور حسام معي النهاردة وكنت سعيد به جدا فبشكرك جدا دكتور حسام على المحاضرة شكرا للمحاضرة طبعا كل أسرة اللغة العربية تحية اليوم وعلى الاستعدادات الجاهدة وان شاء الله ننتقل الاسبوع القادم ان شاء الله في محاضرة جديدة للصف الثاني السنوي الادب ان شاء الله الاسبوع القادم نرقاكم على الخير فضل دكتور حسام نرقاكم على خير يا شباب وان شاء الله هنكمل معكم مراجعات أسرة اللغة العربية معنا الاستاذ طرق العليمي والاستاذ بلال والاستاذ روافط والاستاذ محمد فتحي وكان معكم حسام البدري والاستاذ تامر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك سلام عليكم شكرا للمحاضرة 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 شكرا للمحاضرة